سليمان بن جعفر الجعفري هذا له موقف آخر مع الإمام الكاظم عليه السلام يرويه الكشي عليه الرحمة عنه يقول قال العبد الصالح وهو من ألقاب إمامنا الكاظم عليه السلام كما أن إمامنا الكاظم له ألقاب متعددة وله كنا متعددة أبو إبراهيم أبو الحسن أبو إسحاق قال العبد الصالح عليه السلام لسليمان بن جعفر يا سليمان ولدك رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم لماذا؟ لأن جدته زينب الحوراء صلوات الله عليه فهو ابن لرسول الله من جهة الأم أو من جهة الأمهات قال ولدك علي مرتين قال نعم هو أيضا ابن لعلي عليه السلام مرتين إذ في بعض أمهاته علويات قال وأنت ابن جعفر رحمه الله تعالى جعفر الطيار عليه السلام قال نعم يعني شوف انظر إلى هذه المفاخر في نسبه سيد هاشمي طالبي جعفري نسبة إلى جعفر الطيار ولده رسول الله ولده أمير المؤمنين عليه السلام مرتين نسب نسب مشرق أصيل فالإمام الكاظم عليه السلام يعدد له ميزات نسبه هذا وهو يقر ويقول نعم وكأنه بلسان الفخر يقول نعم هذه وإذا بالإمام الكاظم عليه السلام يقول له بعد هذا وَلَوْ لَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مَنْ تَفَعْتَ بِهَذَا ما معنى وَلَوْ لَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ سَلَامَةِ الْعَقِيدَةِ سَلَامَةِ الْإِيمَانِ لَوْ لَا هَذَا لَمَا نَتَفَعْتَ بِنَسَبِكَ الْمُشْرِقِ الْأَصِيلِ هَذَا ليس كلُّ سيِّدٍ سيِّدٌ علينا السيِّد الذي نسوِّده يعني نجعله يتسيِّد علينا ونحترِمُه هو هذا الذي يكون مُلتَزِمًا بخط السادة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام هذا هو السيِّد حق وإلا فإن هناك من هؤلاء السادة الأشراف المُنتسِبين لأهل البيت عليهم السلام في أنسابهم من كانوا منحرفين وضالين مُضِلِّين وأعداء نواصِب للأئمة الأطهار وشاركوا في دمائهم وقتلهم إلى هذه الدرجة قبل سنوات نقلتُ لكم في إحدى المُحاضرات أن الإمام الكاظِم عليه السلام تآمَرَ عليه بعضُ أقارِبِه تآمَرُوا عَلَيْه وَسَعَوْ بِهِ إِلَى هَارُونَ الْعَبَّاسِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَحَرَّضُوهُ وَأَلَّبُوهُ عَلَى الْإِمَامُ الروايات تذكر هنا خسيسًا من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام عمُّه هذا الشخص رُغم إحسان الإمام له إلا أنه ذهب وباع الإمام ترجمة نانسي قنقر